في صلاتنا علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدنا من الركوع أن يقول سمع الله لمن حمده ما معنى سمع الله لمن حمده ليه والله لا يسمع غير هذا الله يسمع كل شيء ولكن ما معنى سمع الله لمن حمده قرآن يا أخوانا يذكر السمع على سمعين سمع الصوت وسمع الاستجابة فقال في الأنعام إنما يستجيب الذين يسمعون هون يسمعون سمع الاستجابة في البقرة قال فاسمعوا واسمعوا لا تقولوا راعنا وانظرنا واسمعوا شو يعني واسمعوا نسمعين شو يعني واسمعوا يعني استجيبوا أطيعوا مرات ما ينلك إياها قالوا سمعنا وأطعنا هل الأطعنا تأكيد الاستجابة هي استجبنا فأطعنا استجابة واضحة أخوانا فسمعت صوتا في ناحية البيت هذا ليس استجابة إنما إذا كان الصوت دعاء فقلت سمعت يعني أجبت واضحة أخوانا فإذا رفعت من صلاتك فقلت سمع الله لمن حمد حقيقة أنت ما قلت ارتجالة الله أوحى بها إلى نبيه عليه الصلاة والسلام فعلمناها إنما قال عليه الصلاة والسلام من قيامه سمع الله لمن حمد أي استجاب الله لمن حمد سمع استجابة طب مجدوه كبروه سبارك اسم الله اللهم اكتب لنا بكل نفس كتبته في أعمارنا تكبيرة وتسبيحة وحمدا وتهليلة ولو غفلنا ونسينا آمين فأنت بتقول سمع الله لمن حمد أخوانا هذه جملة الدين احنا كنا سمع عن استجابة شك إنما اسمع طب استجابة فيه استجابة لك طب كيف أنا استجابة ليه استجابة لك يعني أنت طلبت شيء شك متى يستجيب الله يعني أنا طلبت وسألت فدعوت سألت الله دعوت الله فسمع لي شو يعني فسمع لي استجاب لي يعني إبراهيم قال إن ربي سميع الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل والإسحاق إن ربي سميع الدعاء شك طبعا سميع الدعاء وأنت أخي سميع الدعاء هاي تعال يا فلان فأنت سميع الدعاء بس يعني سميع الدعاء هو قال وهب لي يعني استجاب لي أعطاني شك يا أخوانا لأن إبراهيم سأل الله فأعطاه فقال إن ربي سميع الدعاء فسمعه هنا سمعه لاستجابة اسمع فالعطاء فلما قال سمع الله لمن حمد هذا جملة الدين هي حقيقة عظم الله دعا قريب لك يا أخوك سمع الله لمن حمد يعني استجاب الله لمن حمد ولا يستجيب حتى تدعوه شك يا أخوانا يعني أعطى الله من شهد له أن له كل شيء فلمت يا أخوانا فلمت يعني إذا خمت من ركوعك من ركوعك فقلت سمع الله لمن حمد أنت تشهد يعني بقول لك الله كل هذه تعطيك فبالتالي سمع الله لمن حمد يعني سمع الله لمن حمد يعني قربنا استجاب الله لمن حمد إحنا كل شو يعني حمده إذا أنا حمدت الله أي شهدت أن كل شيء لله فأجلت قل سمع الله لمن حمد يعني أعطى الله من شهد لله أن له كل شيء كنت يا أخوانا أعيد أعيد حقك هذا مهم جدا إحنا أغلب صلواتنا إعادة لا نعلم سمع الله لمن حمد السلام أماني ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا أظن أنت تظن يا أخي أن صلاتك كصلاة عثمان رضي الله عنه أو كصلاة عمار أو كصلاة الصديق أو كصلاة محمد عليه الصلاة والسلام يا رجل لما قال سمع الله لمن حمد تؤمن السماوات كلها على دعائه ليه يعلمون أنه يعلم أنا وأنت أخي نرط ولا نعلم فسمع الله لمن حمده يعني معناها أعطى الله من سأله ما سأله إذا شهد له بالحمد أن لله كل شيء كل شيء أيها سلمت ألا أنت كنت دعلمك الله قل لي الله يعلمك إن أنا أعطيك ما شاهدت لي أن لي كل شيء معنى هذا سمع الله لمن حمد فبقلك الله إذا أردت أن أعطيك فأنا الآن بكلمك بسر لاستجابة هو بيقول لك هو بيقول لك أنا بس تجيب ما دمت تشهد لي بالحمد أي أن كل شيء لي فإذا شهدت أن كل شيء لي أعطيتك شيك أخوان واضح فبالتالي هذا سر الاستجابة أن تدعوه وأن تموكن أنه مجيب وأن كل شيء له شيك أخوان ما معنى سمع الله لمن حمده إلي سمعتم فإذا كمتم من ركوعكم مجدوه وتعلموا ما تقوله وهذا جملة دين أخوان الحمد الدين فلما تقوموا من الركوع قولوا هذه هل لا فالثابق عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال مرة سمع الله لمن حمده هو علمنا أن نقول ربنا لك الحمد أو ولك الحمد قال رجل من أصحاب النبي اللهم ربنا لك الحمد ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد فلما التفت النبي من صلاته عليه الصلاة والسلام قال من قال كذا وكذا العربي قال 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 أنا قال رأيت بضعة وتلاتين ملكا يبتدرونها أيهم يحملها لله بس تسمع منها كلام العرب قح ويعلم دينه اسمع كيف يترجم الحمد قال اللهم ربنا لك الحمد ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من سيء بعد ويشهد أن كل شيء لله كلام هذا كلام عالم عاقل أن كل شيء لله فقال اللهم ربنا لك الحمد ذان الحمد أن كل شيء لله قال ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت سينبع فاعجبت الله واعجبت الملاك واضح اخوان لما علمنا ان الدين على الحمد واعجبت النبي لزاما عليه الصلاة والسلام امنا اخوان فاذا قلتم سمع الله لمن حمده اي اعقى الله من سأله لان هذا السائل اتم ما عليه ان يشهد لله ان كل شيء لله فاذا شهدت لله هذا ما لله عليك ولك عند الله اي يستجيب لك فيعطيك واضح اخوان